مصاري أبوز صادمة ومدوية ثابتة ومتواصلة كانت ثورة تشرين في العراق صدمت السلطة وشتتت تركيزها حتى أجزت عن كبح جماحها فلا القمع أعاد المتظاهرين ولا التسويف ولا الوعود ولا حتى الفتاوى الدينية التفت السلطة على نفسها فخارجت بمرشح من ذات المنظومة لرئاسة الحكومة بعناد للمنطق ولهتاف العراقيين الذي صدح لأربعة أشهر بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة لكن حتى رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق ألاوي لا يتوقع له أن يدوم طويلا بحسب وكالة بلومبورغ الأمريكية التي وصفت رئاسة الحكومة بأنها تاج من الأشواك وكأس مسمومة الوكالة قالت أن نعلاوي فرض رئيسا للوزراء بعد ثلاثة أشهر من الصراع بين الكتل السياسية بينما تتعظم التظاهرات في الشارع رد الفساد وأحزاب السلطة التي لم تهتم بشك والمتظاهرين ولم تقم بأي إصلاحات مضيفة أن نعلاوي لن يقوم بتغييرات كبيرة وإنما إعادة إنتاج الحكومات السابقة إيران محجة شركاء العملية السياسية كانت مكان التوافق على علاوي بحسب الوكالة ثم حظي بدعم الصدر الذي لم يقرر سحب أنصاره من الشارع فحسب بل قرر إنهاء الاحتجاجات بالقوة بعد تصاعد رفض المتظاهرين للمرشح الجديد الذي يرونه عضوا يائسا في النخبة السياسية التي فقدت مصداقيتها مصداقية السلطة ليست وحدها التي فقدت بل كانت ثورة تشرين كاشفة للأقنعة التي تغطت بها لسنين تيارات سياسية ادعت الإصلاح ثم كشفت عن وجهها عندما تعرضت مصالحها للخطر سواء سقط علاوي مبكرا أم استمر فالمعادلة في العراق اليوم لا تخضع لأرقام الأمس بعد أن أصبح الشارع الرقم الأصعب والأجدرى بالفوز ونصيح بحال السلطة على الزورة ترجمة نانسي قنقر